زي ما عرضنا إن عندنا شغف إن إحنا نرجع زي زمان ونبقى زي زمان وزي ما عرضنا في التعليم وإحنا برنامج يعني أكاد يكون اهتمامه الأهم والأوسع هو مجال التعليم ودايما بنبص على زي ما فيه سلبيات بنعرضها وبنقدمها للمسؤولين وبيتجاوبوا فيها وبنشكرهم طبعا عليها يمكن كنا تكلمنا في مصروفات بعض المدارس الخاصة اللي ارتفعت وارتفعت فيه مبرر وفيه غير مبرر وعرضنا صرخة أولياء الأمور مرارا على هذه المدارس النهاردة يكون معنا نموذج لمدرسة قوية جدا مشهورة جدا بس وزارة التربية والتعليم بتقول ما عنديش كبير فوق مصلحة أولادنا وأبنائنا وأولاد الأمور تعالوا نروح لإدارة الشخصية التعليمية ويكون معنا مداخل حالاً للوقت مع الأستاذ سيد عبد العزيز مدير عام هذه الإدارة كان فيه شكوى في أحد المدارس من عدم الاهتمام من عدم النظافة من عدم الصيانة ودي ممكن الشكوى دي تروح لمدير المدرسة ومدير المدرسة عنده لجنة صيانة وعنده مجلس أمناء وأباء ممكن يحل المشكلة إنما الموضوع وصل لمدير عامل إدارة كممكن برضو يرفع سماعة التليفون يا مدير المدرسة اهتم بالموضوع وعمل لي إفادة باللي حاصل ولكن إن مدير ينزل بنفسه يقف في مدرسة يشوف في الدنيا ويهد حمامات ويبني حمامات دي حاجة كويسة دي حاجة لازم نقول للي عملها برافو تستحق أن تكرم تستحق أن أنت تبقى نموذج أن احنا نذكره في برنامج الطريق الثالث لأن ده حقك أنت وعدت وأوفيت وخدت الشك وأولياء الأمور من زيادة المصرفات من المدرسة البريطانية ورفعت الأمر إلى أن تردت الوزارة ورد قاطع بوضع هذه المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة علشان تحمي أولياء الأمور تعال نشوف النموذج تعال نشوف الصور هنعرض بحضراتك الصور لأحد المدرسة ده ده بعد لا أنا عايز قبل يعني خلونا ده ده بعد يعني شايف المنظر ده أنت لو تتخيل المنظر ده كان قبل إيه؟ مش مش هتتخيل أنت مش هتتخيل الأمر هيكون شكله إيه؟ ده إحدى المدارس اللي فيه الشيخ زايد هنجيب الصور قبل يا جماعة الأول وبعدين نجيب نجيب بعد طبعا إحنا بنعرض ده كان موذج محتاجين ويتعمن طبعا الناس كتير جدا هتقول أو بصحك قبل بص المنظر شكله إيه؟ أنت متخيل ده ممكن يعمل إيه؟ حشرات أو بيئة حاجات كتير ممكن تحصل من هذا القبيل ومن هذا المنظر طبعا الناس كتير جدا هتتصل جدا بعد الحلقة أو هتبعت لنا عندنا مشكلة في مدرسة حاضر هنعرضها لكم كلها بس أنا عايزكم قبل ما تعرضوا قبل ما تجيبونا بادر واطرق باب المسؤول روح لمدير الإدارة روح لمدير عام الإدارة اشتكي بس برضو قبل ما تروح لمدير عام الإدارة روح لمدير المدرسة اشتكي شوف إيه المشكلة عنده وتقدر توقف معاه ولا لأ تقدر تساعده ولا لأ بص المنظر الشجر طالع من جوه الحمام لو تركز في الصورة دي قوي اللي بعده طبعا ده منظر مدرسة ده ممكن انتحادات ممكن تلاقي هنا حشرات قوارد حاجات كتير ممكن تأمل خطورة في المكان وهنا في طلبة في مراحل صغيرة ومراحل كبيرة خطورة على الطلبة المنظر العام نفسه على الصحة العامة في خطورة تعالنا شوف بقى اللي حصل بعد كده اعرض حضر كل الصور بدأت الناس تشتغل بدأت الناس تنزل على أرض الواقع بدأت الناس تكسر تغير شايف الشجر ده طالع منين ده يعني دي الحمامات اللي على المين اللي في الموصير دي تقريبا ده سلم كان برضو فيه شجر اللي بعده بدأت الدنيا تتغير بدأنا نروح لمشهد ده كل ده اسماء العمل هنروح دلوقتي للمشهد اللي اتغير بعد ما تمت هذه السياءة حد هيسأل ويقول ومدير الإدارة دولتي ممكن يكلمنا وقول لنا ما أنا مش قادر أصرف أنا ما عنديش مصروف ما عنديش ميزانية ما هو اللي حصل من مدير الإدارة ده سيد عبدالعزيز بصبق المشهد طبعا المشهد ده انت بحقك شفت الحمام قبل المشهد ده حاجة تانية خالص حاجة لا يرثى لها حاجة يرثى لها عفوا عمل المشاركة المجتمعية مع مجلس أمناء الشيخ زايد مع الناس اللي هي ممكن يكون عندها اهتمام بالعملات التعليمية المهتمين بالعملات التعليمية شايف المشهد سراميك شاني الدنيا تغيرت مشهد احنا بنشكر الناس عليه ده طبعا أسماء العمل المشهد ده محتاجينه بصراحة يعني يتكرر في كل مدرسنا الصيانة مهمة أعمال الترميمات مهمة سواء كانت المدرسة تابعة لل أبناء التعليمية أو تابعة للوحدات المحلية أو الأجهزة اللي هي جهاز مثلا من المدن المختصة بذلك نتمنى يعني الاهتمام بعمليات الصيانة والتم قبل عام الدراسة عشان ما نجيش كل سنة نتزنق ونقوله بصوا المدارس المدرسة دي مش هدافة تشتغل المدرسة دي نقصها ديسكات المدرسة دي نقصها نظافة المدرسة دي نقصها عمال وما لحنا طول الأجهزة بنعمل إيه محتاجين إن احنا فعلا نتكرر المشهد ده كتير في إدارات كتير شكرا إدارة الشيخ زايد شكرا الأستاذ السيد عبد العزيز مدير عام الإدارة وطبعا موضوع المدرسة البريطانية هو أيضا في إدارة الشيخ زايد بعد ما الناس اشتكت ورفعت شكواها بدأ التحرك على مستوى الإدارة رفع للمديرية المختصة بقيادة الإستاذ خارج حجازي وكل الوزارة رفعوا للوزارة إلى أن جاء القرار وهنشوفه حالا دلوقتي القرار وجدنا طبعا يعني عن طريق يعني رسمي يعني مش مجرد كده وخلاص والمدرسة نفسها قالت هنزيل أسباب المخالفات وأنا من رأيي لو تم إزالة أسباب المخالفة خلاص ممكن من حقها يترفع الإشراف المالي والإداري ولكن الصرخة اللي تمت الاستجابة ليها دي برضو واجب عليها التحية إن احنا فعلا بنسمع أنين أولياء الأمور إن احنا فعلا بنسمع لمشاكل الناس أي زيادة في المصرفات في المدرسة الخاصة وده بقى للمشاهد وكل مشاهدين لابد أن يكون بها قرار معتمد من الوزارة المختصة وزارة التربية والتعليم أي زيادة مفيش فيها قرار حضرتك من حقك تشتكي واشتكي للإدارة المختصة تم وضع دي المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم وشكرا للاستجابة وشكرا للمشهد الحضر اللي احنا شفناه اللي كان فيه سرعة في الاستجابة وسرعة في التنفيذ وده اللي احنا محتاجينه من المسؤولين ما فيه مسؤول ممكن ينفذ ده بس لو ده يخلص في أسبوع فيه واحد تاني ممكن يخلصه في شهر الشطارة هنا لنخلص في وقت خياسي مرة تانية بنشكركم وبنشكر القائمين على هذا العمل الأستاذ سيد عبد العزيز والأستاذ حنموسى أيضا وكلة الإدارة اللي يعني بنشكرها على رقيها وتعاملها بشكل متحضر طبعا مع الناس وتكاتفها مع الأستاذ سيد عبد العزيز مدير الإدارة نطلع الفاصل ونرجع نكمل معاكوا تاني مستمرين في طريق التالت ولكن طبعا استكمالا طبعا لما طرحناها بالفاصل حول ما تم في مدرسة شيخ زايد طبعا التعاون تم مع مجلس أمناء مدينة شيخ زايد ومجلس أمناء إدارة أيضا الشيخ زايد اللي بنشكرهم ونطلقهم طبعا بالتحية مع مدير إدارة الأستاذ سيد عبد العزيز وكيد إدارة الأستاذ حنان موسى